السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا البروميت تعتبر هو اللغة اللي بنتكلم فيها مع الزكاء الاصناعي. تقدر تكتب بروميت. فيبدأ يعمل لك صور بأشكال رائعة. يقدر يعمل لك فيديوهات بأشكال رائعة. يقدر ان هو يكتب لك كتاب كامل. ففيه حاجات كترة جدا ممكن تسفيد منها من خلال البروميت. ممكن تخليه يعمل لك برنامج كامل. ممكن تخليه يعمل لك لعبة ممكن يخليه يعمل لك افلام كاملة وهكذا. ففيه موقع اسمه بروميت جينيوس دوت سايت. الموقع ده قوي جدا هو بيجيب لك افضل البروميت اللي ممكن انت يستخدمها. في حاجات اكاديمية في حاجات في السينما حاجات ابداعية. ومجمعهم لك. فحيس مسلا لو انت عايز تعمل صورة زي كده. دي الكلمة اللي مفروض ان انت تكتبها. تقدر تشوف برضو حاجات كتير خاصة بالحيوانات مسلا. حاجات خاصة بالاشخاص. تقدر مسلا الصورة دي مسلا عاجبيني. اقدر اخد الكلام دوت. اقول له كوبي. وابدأ ان انا حط دي مسلا في النار دو في اي موقع من مواقع عمل الصور. من خلال البروميت. فموقع كواس جدا هتدربك على فكرة البروميت. ممكن تقول له انا عايز بيسنس رايتنج. فيقول لك ايه الكلام اللي انت ممكن تكتبه. تمام? بحيس ان هو يجيب لك افضل نتيجة. انت ممكن تدخل تقول له اعمل لي خطة عمل لمصنع وتسكت. انه ممكن تقول له ايه? اه لو انت متخصص في عمل دراس الجدوى انا عايزك تعمل لي دراس الجدوى لمصنع يكون مسلا في العشر من رمضان. متخصص في انتاج مسلا اه الاسمنت مسلا وهكذا. فهيكتب لك حاجة دقيقة. فهو هنا بيدربك على ان انت تعمل حاجة هتلاقي في حاجات خاصة بالاكويت البرمجة. اهوت. تقدر انت تراها تقدر انت تتعدل فيها زي ما انت عايز. دي حاجات خاصة باللغات لو انت عايز تعلم لغة جديدة. اكتب له ايه عشان اتعلم اللغة. مسلا عايز حاجة خاصة مع الواحد الفرنسيه مثلا. حد عايز مثلا استادي يبدأ ان هو يتعلم حاجة جديدة. في حاجات خاصة بتتشر ديكريشنال. حاجات خاصة مع اكتب سوف اوفيس. طب حلوة او انا عايز اجرب حاجة زي كده. تمام? تقدر تكرأ وتبدأ ان انت تتعلم فيها. واللغة مش مشكلة. يعني انت ممكن اصلا تتديله بروميت ولما تجيب لك النتيجة تقول له اكتبها لي بالعربي. في حاجة خاصة بالبوربوين تهيت. تمام? حطي الانيميشن. طيب دي حلوة انا بنجربها. مثلا. ازاي اقول له اعمل لي انيميشن دي البرزنتيشن بعد ما اعمله. تمام? في حاجات مثلا خاصة بيه. مثلا. هذا دي التخرج. عايز دي التخرج فهديني شوية امسية للحاجات ازا كده. طيب زي ما شفت الموقع في حاجات كتيرة ممتازة. ممكن تقول له اي اي تولز. فيبدأ يجيب لك تولز خاصة بالزكاء الصناعي. اه. ده مسلا موقع. اه. اول من دست عليه فتح لي الموقع. الموقع ده يعني انا بس اضمه اكتر مية موقعتيني. عشي? تبدأ تفطرة شخصية معينة تبدأ لانتكلم فيها. فدي كلها موقع كتيرة قوية بالزكاء الصناعي. تقدر انت تجربهم وتشوف انواحد فيهم اللي انت مستنتع به. اشتركوا في القناة